بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله نستعرض الحل حل المثال أو السؤال أو النسخة الثالثة من حمد جرى للعاب أتمنى أنك تكون حاولت تحل البرنامج قلن نشوف بشكل سريع البرنامج طبعا أنا حاولت أحتفظ بالالغوريثم بشكل عام خورزمية بشكل عام حتى نشوفها قدامنا خلوني أوريكم الخورزمية هذه كيف نتوقع أول شي طبعا حنا استخدمنا دو وايل زي ما نشايف هذه الدو وايل من هنا هذه الدو تبدأ من هنا إلى هنا هذه الوايل تمام فاللي يصير طبعا أن البرنامج يبدأ يمشي يمشي من الدو هذه يقطع كل المسافة هذه حتى الوايل إذا وصل الوايل يشيكي على الشرط هذا إذا الشرط هذا تحقق إذا تحقق الشرط صار true يعني مضبوط بمعنى أنه الابشن لا يساوي exit يرجع مرة ثانية من بداية الدو من جديد ويمشي من جديد إلىين يوصل الوايل من مرة ثانية الوايل ويشيكي على الشرط من جديد وهكذا إلىين آخر شي إذا الشرط تحقق إذا الشرط ما تحقق يعني انتفى الشرط ببعبارة أخرى صارت قيمة الابشن هي exit زين؟ فإن نطلع بره فإن لحظ الشرط هذا يتحقق إذا قيمة الابشن لا تساوي exit مضبوط يعني نط ليس قيمة الابشن تساوي exit هنا هذا يتحقق الشرط قيمة يعني ليس قيمة الابشن تساوي exit أو بعبارة أخرى قيمة الابشن لا تساوي exit هذا يتحقق الشرط وبالتالي يتستمر في الدوران زين؟ فإذن هذه هي الوايل اللي تشوفها هذه قدامك اللي احنا نحطيناها دو وايل بل أزرق هنا طيب لو دخلنا جوا الدو وايل الآن زين؟ نقسم الكودة اللي قدامنا أربع أقسام زي ما نشاهد أو شيء اطبع القائمة القائمة اللي قدامك هذا القسم الأول مضبوط خلو نحطه بلون مثلا لون أزرق فهذا هو القسم الأول من البرنامج اللي هو طباعة القائمة تمام؟ طبع لاحظنا system out print إذا كنت تساءل وش الفراء الأبيض هذا space اللي هو مسافة بس مسافات بكل بساطة مسافات مرتبة ومنظمة بحيث أن تطلع منيو بشكل جيد مضبوط هذا كل ما في الأمر بعد كده اقرأ الاختيار اللي هو option هذه الجزء الثاني هذا ممكن نحطه بلون مختلف هذا هو الجزء زين الثاني اللي هو قراءة الخيار تمام؟ طبعا أطبع المستخدم نقول له دخلي الخيار اللي تبغاه ثم بعد كده نقرأ الخيار الجزء الثالث عندي في البرنامج هنا اللي هو هل هو add هل الخيار اللي جاني add أو sell أو exit اللي هي الـ if إذا الخيار add إذا الخيار else إذا الخيار sell مضبوط والإجزت طبعا هي اللي في ال while واضح؟ فهذا هو بالضبط الجزء الثالث زي من شايف هذه الـ if حقه إذا كان شراء فهذا الجزء حقه الشراء وهذه الـ else حقه إذا كان إضافة للمخزن مضبوط البوكس اللي بالأصفر هذا هو هذا هذا هو البوكس اللي بالأصفر تمام والبوكس هذا اللي بالثاني عفوا هذا عفوا هذا هذا السل البوكس اللي بالزهري باللون الزهري البوكس اللي بالأصفر اللي هو الجزء هذا ممكن نحطه باللون ثاني مثلا باللون الأحمر فهذا هو البوكس الثاني إذن هذه عملية البيع وهذه عملية الشراء خلوا شوف عملية الشراء أول لنا أسهل وكل بساطة نقول له نقول للمستخدم دخلي رقم عفوا دخلي رقم اللعبة نعم منتهيا بناقص واحد فيجي يدخل الـ id زي ما نتاقي فينا يحط ويل طالما الـ id لا يساوي ناقص واحد فإنك زد لي عدد الألعاب نضبوط طبعا هو قرأ لعبة هنا فزد عدد الأعداء الألعاب الكلي اقرأ لعبة جديدة بس تطرين هذوري ارجع مرة ثانية للويل هل اللعبة اللي قرأناها واحد ناقص واحد ولا ما يناقص واحد إذا ما هي ناقص واحد ما ناته لعبة ثانية فزد عدد الألعاب فإذن مهمة الآد هنا إضافة لمخزن فقط زيادة العدد بس نزيد عدد الألعاب كل شوين نزيد عدد الألعاب هذه المهمة زي طبعا خلو قبل ما أشرح السل هنا خلو يعني خلونا أرجع مراتين للبيك بيكتشر يعني للصورة بشكل عام لاحظ هنا عندي أنا في variables عامة يعني في البرنامج عرفتها مهمة في البرنامج عندك مثلا عندك المتغير option المتغير option هذا اللي أستخدمه عشان أخزن فيه الخيار اللي اختاره المستخدم string زينا لاحظني هنا أقرى الخيار شفت هنا السطر هذا أقرى الخيار الاختيار اللي اختاره المستخدم سواء sell أو add فهذا هو المتغير option هنا عندي المتغير المتغير هذا تمام هذا المتغير اللي هو عدد الألعاب لاحظني أنا أول ما أبدأ في المتجر لا بد أن نشف هذا اللي هو متغير هذا اللي بلا صفر عندي لا بد أن عدد الألعاب يكون صفر أول ما أبدأ وبعد كذا أثناء البرنامج هنا تلاحظ سواء أثناء البيع أو أثناء الشراء أثناء الإضافة أعفون أثناء الإضافة أزيد عدد الألعاب بواحد أثناء البيع أنقص عدد الألعاب بواحد زي ما أنت شايفين أثناء الإضافة أثناء الإضافة للمخزن أضيف عدد الألعاب بواحد إذا صار عندي شراء إذا الناس شروا مني وأنا بيع لهم أنقص عدد الألعاب اللي موجودة في المخزن واضح فهذا variable بشكل على مستوى البرنامج كله خلونا نشوف الآن خلونا نشوف نفس عملية الشراء هنا عفوا عملية البيع أنت كصاحب المخزن اللي يستخدم البرنامج كيف يبيع أو شي بيصير لما أجي أبا بيع الآن أول شي أسويه ما أجي بيع هل عدد الألعاب لما المستخدم يختار بيع اللي وصاحب المخزن المتجر هذا اختار بيع يبيع الألعاب هل عدد الألعاب أصغر من أو يساوي الصفر هذا السؤال مهم جدا إذا عدد الألعاب أصغر من أو يساوي الصفر فإني راح أطبع يعني زي ما تقول error message اللي شفناها قبل أقوله والله آسف المخزن ما في أي ألعاب في المخزن مضبوط ولاحظنا الـ F هذه لاحظنا الـ else اللي بعدها كل الجزء هذا تشمل لو تلاحظ زين فإذن أنا عندي الجزء هذا اللي هو الـ F هذا إذا بديت أبيع الألعاب ما في ألعاب في المخزن خلاص ما في ألعاب ما في ألعاب ما قدر أبيع شيء سوري وانتهينا ونرجع مرة هنا نروح ننتقل جو الـ while هذه مضبوط فإذن خلنا شوف يعني نحن قلنا do دخلنا أول ما ندخل أعطني option أنت المستخدم أعطاني المستخدم option sell أبغى بيع فجيت قلت هل الـ option يساوي sell نعم الـ option sell فأدخل هنا خل عدد الألعاب أصغر منه وساوي الصفر نعم عدد الألعاب أصغر منه وساوي الصفر أنا توي بادي نفذ البرنامج فعدد الألعاب حطوا بصفر هنا لو تلاحظ هنا حطوا العدد الألعاب بصفر فعدد الألعاب نعم أصغر منه وساوي الصفر أطبع رسالة error واطلع بره الـ if بره الـ else هنا رح لآخر شي هنا إذا رحت لآخر شي طبعا انتهينا من الـ if هذه الـ if حقية option فما رح ننفذ الـ else طبعا كيد لأن أما يتحقق الشرط حق الـ if حقق الشرط حق الـ else فما رح ننفذ الـ else فنطلع بره نروح للـ while لشرط الـ while هل الـ option exit لا الـ option ما هو exit الـ option sell كان اللي جانا مضبوط فنرجع مرة ثانية للـ do من جديد ونطبع المنيو أرجو أنك تشوف كيف كيف مشينا بالخيار من البداية لما جينا طلبنا خيار بيع العاب والمخزن فاضي أول مرة يعني أول ما شغل المرنامج اخترنا الخيار هذا طبعا لاحظة البرنامج هذا فيه تداخل كبير بين اللوب والـ f فلاحظة أن عندنا لوب كبيرة هنا في وسط اللوب الكبيرة هذه فيه f مضبوط else في وسط الـ f هذه فيه if else ثانية في وسط الـ else فيه لوب while مضبوط وهنا في الـ f الثانية في while مضبوط أنا شرحت طبعا محاضرة في محاضرة سابقة أنك تقدر تحط while تحط loop جوا loop وf جوا loop وloop جوا f وهكذا فالمثال هذا ممتاز مثال جدا يوريك يعني كيف برنامج منطقي ومعقول ومقبول جدا وفيه وفيه التعقيد هذا أو complexity هذه لقدامنا زين فإذا تقريبا أنا شرحت لك الأجزاء المختلفة من البرنامج طبعا عملية الشراء عملية البيع مضبوط إذا المخزن فيه العاب هذا هو الاختلاف الوحيد عن البرنامج السابق اللي شفناه النسخة الأسهل السابق النسخة رقم 2 من متجر العاب فالفرق الوحيد أنه هالمرة هذه عندنا مخزن ممكن يكون فيها العاب ممكن ما يكون فيها العاب فلازم نشيك فيها العاب باقي هنا تقريبا شبيه جدا بالسابق اقر رقم اللعبة حط القيمة total قيمة الفاتورة يعني صفر عدد العاب اللي اشتراها الشخص صفر هنا قيمة الفاتورة بصفر عدد العاب الاشتراها الشخص صفر بعدين ابد طالما انه الـ ID ليس ناقص واحد و شف هذا الاختلاف زي ما قلنا و عدد العاب اكبر من الصفر انا استمر في اخلي صاحب المتجر اسمح له يستمر في البيع مدام في العاب اذا صار عدد العاب صفر اوقف مضبوط هنا ادخل اقول اعطني قيمة اللعبة يا صاحب المتجر واحد جالس يشتري منك مضبوط هذا اللي حاسب جالس يحاسب اعطني قيمة اللعبة الحين اللي موجودة معك ازاي دخلنا القيمة هنا بعد كذا قلنا قيمة الفاتورة بشكل عام نضيف عليها القيمة هذه عدد العاب اللي نجس نبيعها الحين وليس عدد العاب اللي في المخزن نضيف عدد العاب في المخزن تنقص وحده لان الحين في لعبة بعناها الان هنا هل عدد العاب اللي موجودة في المخزن اصغر من او تساوي الصفر زين فاذا كان اصغر من او تساوي الصفر اقول والله ترى انا ما اقدر ابيع ابيع لك العاب اضافية خلاص انا بعت اللعبة هذه اللعبة الحالية بعتها في المخزن لعبتين فجالس ابيع لحين فبيعت اللعبة لولى بعت اللعبة الثانية ونقصت عدد العاب فصار صفر اذا عدد العاب صار صفر انا اقول والله ااسف خلاص انا اخلصت العاب اللي عندي بالمخزن او اني اقول له ادخلك لعبة اش اسموه اعطني الاد طبعا هذا ما كنا حطينه في الالغوريتم في الفيديو السابق لكمية مشكلة اقول هنا اذا عدد العاب صار صفر خلاص خلاص العاب ما عاد اقدر اطلب منه لانه يدخل اللعبة جديدة لكن لو عدد العاب ما صار صفر ما زال في العاب بالمخزن فأني اطلب منه انه يدخل هنا الاد حق اللعبة الجديدة اللعبة اللعبة اللي بيبيع ثم بعد كده شيك هل هو فعلا يبغي يبيع لعبة هل الاد بنقص واحد ولا ما هو بنقص واحد مضبوط فإذا هنا عندنا الشروط المختلفة انا اوقف اللوب اوقف عملية البيع اما اذا كان الاد ساوي بنقص واحد يعني المستخدم قال لي خلاص البيع قال لي خلاص وقف قال البرنامج وقف او انه عدد الالعاب تعدى وصل الصفر خلاص خلصت الالعاب وطبعا اثناء البيع لما تخلص الالعاب فاني لا بد اني اعطي رسالة لنلاحظ الان لو بيعنا لو في مثلا لو في لعبتين فبيعت اللعبة الأولى بعت اللعبة الثانية لما بيع اللعبة الثانية صار عدد العاب اللي في المخزن الصفر لو ما عندي الرسالة هذه وجيت رجعت للوائل مضبوط الشخص دخل اي دي اول شي اني اطلب من الشخص اي دي اقول له عطني بيع لعبة واصلا خلصت الالعاب مضبوط هذا شي غير منطقي مفروض ما يصير يعني الشخص يريد تلخبط تخيل البيع جالس مع لعبتين هو اصلا ما عنده مخزن للعبتين فباع اللعبة الأولى باع اللعبة الثانية فالان لما باع اللعبة الثانية طبعا باع اللعبة الثانية مضبوط واضاف السعر اضفت السعر انا وزدت عد للعاب اللعبة اللي تم بيعها وقلل ونقصت عد للعاب اللي في المقسم فصار عد للعاب صفر لما اجي اطلب منه يدخل تخيل ما في الـ على طول يعني الجزء هذا موجود جزء هذا تخيل انه موجود زين فأجي انا اقول له عطني رقم اللعبة الجديدة ولا ادخل ناقص واحد صاحب المحل اللي بيستغرب يعني صحيح وكي صاحب المحل بيدخل ناقص واحد يقول ما عندي لعبة لكن من منطق انك تسألني انت عطني لعبة جديدة وانا اصلا خلص للعاب اللي عندي فعشان كذا انا حطيت الـ فقلت اذا كان عد لعاب صفر حين اللي في المخزن خلاص لا تسأل صاحب المصنع على طول يطبع له الرسالة يقوله تركي خلص بالمصنع طبعا هو بالمخزن عندك هو بيقرأ رعي المحل اللي بيقرأ الرسالة هذي ويقتنع يقول فعلا خلص أنا اللي بالمحل نعم رسالتك صحيح مضوص يقتنع هذه مهم جدا انه برنامجك يعطي الرسالة الصحيح للمستخدم وزين فهذا هو سبب الف هذي طبعا بعد ما تخلص الوائل هذا الآن إذا خلصنا من البيع سواء نخلص المخزن أول مستخدم دخل ناقص واحد خلاص قال خلاص ما عدا أبغى بيع نجي هنا نقول كم الدسكاونت هالعد الدلعاب اللي تم بيعها أكثر من اثنين نفس نفس فكرة البرنامج السابق حط لي الدسكاونت اللي 20% عطني total price حسب لي هنا دسكاونت كم قيمتها وهنا حسب لي السعر بعد عملية التخفيض وطبع السعر أو الفاتورة بعد عملية التخفيض طبعا عملية حسابة الدسكاونت هنا عملية حساب حساب كم التخفيض كم قيمة التخفيض طبعا ممكن تكون أسهل كثير لما تقول هنا ممكن تقول أنه total price مزين total price في الدسكاونت مزين عندما الدسكاونت مثلا 20% 0.2 فأضرب total price في 0.2 يبيعطيك كم الخصم اللي صعب مزين ففي الحقيقة أنه ال ما اسمه ال expression هذا اللي موجود التعبير هذا اللي يحسب شوي معقد هو صحيح بس أنه معقد شوي فالتعبير الأصح هو أنك تبدله فقط تضرب على طول total price في الدسكاونت ويطلع لك أصلا لو تفك التعبير هذا لو تفك بالرياضيات لو تأخذ بالرياضيات تفك بيطلع لك بالنهاية هذا تبسطه بيطلع لك بالنهاية هذا زين total price في دسكاونت فشو اسمه فهذا تقريبا هذا برنامج بشكل عام طبعا بعد ما يخلص البرنامج بعد ما أنه صاحب المتجر يقول خلاص اكزيت اكزيت خلاص اكزيت نقوله thank you good bye زين فهذا تقريبا هذا يمكن أعقد برنامج في ناخل الكورس هذا إلى الآن برنامج فيه شغل كثير في menu فيه يعني تحس أنه برنامج قريب للواقع بشكل كبير مشكلته الوحيدة بس أنه ما يخزن الألعاب يعني لما أجي أنا أضيف للمخزن ما يخزن أرقام الألعاب اللي أضفتها بحيث أجي أبيع اللعبة وهذه طبعا قلنا النوع أساس أن المصففات لازم نتعلم المصففات أتمنى إن شاء الله أن يكون البرنامج هذا واضح إذا كنت لم تكتب البرنامج اكتبه أو إذا كنت كاتبه قارن وصحح البرنامج الذي فيه أخطاء نفذ البرنامج جرب التنفيذ زين المفروض تطلع التنفيذ زي كده طبعا يطلع لك هذه تقول له مثلا أبيع يقول لك لا والله المتجر ما في شي بعدين يطلع لك المنوم جديد وهكذا أتمنى إن شاء الله أن يكون البرنامج واضح ولكون فهمته بإذن الله